يقترب العراق مجددا من تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة الأمر الذي يقلل إلى حد كبير من الاستيراد ويدعم مفردات البطاقة التموينية ويمنع استنزاف العملة الصعبة وبحسب وزارة الزراعة فإنه للموسم الثالث على التوالي تمكن العراق عبر خطة التوسع الأفقي بالمساحات المزرعة في زيادة الغلة الانتاجية للدرام الزراعي مما رفع مساهمة القطاع الزراعي في النتج المحلي الإجمالي في السنوات الثلاث الأخيرة وصلنا الاكتفاء الذاتي في الحنطة والشعير في عام 2020 وكذلك 2019 وكذلك أيضا في 2021 وصلنا إلى مداية جيدة من تحقيق الأمن القذائي للمواطن العراقي في مجال الحنطة أنه الخطة الزراعية ما زالت في بدايتها ولكن نحن أيضا حققنا الأمن القذائي للحنطة لثلاثة عوام متتالية وتؤكد الوزراء أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحنطة ومحاصيل زراعية أخرى يأتي رغم العديد من التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي العراقي ومن أبرزها شحومية نهري دجلة والفرات وأقلة الأمطار الموسمية بالإضافة إلى مشاكل إنتاجية وأمنية لفتة إلى أن المؤشرات تسير باتجاه تحقيق الاكتفاء الذاتي أيضا لمنتجات زراعية وحيوانية أخرى طبعا خطط الوزارة هي ماضية في تحقيق الأمن القذائي للمواطنين وزيادة المحاصيل الموفرة محليا ضمن الرزامة الزراعية نعم تصطدم هذه الأمور بوفرة المياه لأن لا يمكن نزرع دون مواحد دون موافقة وزارة المواد المؤية لأن عندما تكون لدينا مياه وتقنات حديثة برأي ونحن ماضين في ذلك سنصل إلى الاكتفاء الذاتي في العديد من المحاصيل الزراعية اليوم لدينا محاصيل موفرة كثيرة جدا وهي تحقق الأمن القذائي والسلة القذائية للمواطن العراقي في وقت تشير فيه الوزراء إلى أن تأخر وزارة التجارة في تزديد مستحقات المزارعين تراجع دعم موازنة الدولة لقطاع الزراع أثر بصورة عامة على مجمل خطاتها الزراعية يؤكد الخبراء أن العراق يحتاج إلى أكثر من أربعة ملايين ونصف المليون طن سنويا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة بعدما كان ثاني أكبر مستورد لها في الشرق الأوسط